وصفة اشر اللمون والنشا اللي هتبيض بشرتك بيض ملفت اربع درجات في خلال يوم واحد فقط هتشد عندك التجعيد وهتخلي بشرتك زجاجية ولو عندك بقع السنين وتصبغات السنين هتشلهالك فورا قوية المفعول بتعالج جلد الشيخوخة بتشد التجعيد بتبيض البشرة بتخلي البشرة زجاجية من اول مرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا باخواتي وحبايبي عاملين ايه يا رب كلكم تكونوا بخير معاكم مايا من قناة وصفات صحرية مع مايا النهاردة بقى يا ست الكل ملكيش حجة وصفة بمكونات من بيتك بمكون اساسي بنرميه في الزبالة عايزة اقولك هيخلي بشرتك بيضة زي القشرة حاجة كده وهم بتبيض وتفتح من اول استعمال مش هتنتزر كتير علشان تفتحي بشرتك وكمان تشدي الخطوط والتجعيد وتدي نظارة رهيبة لبشرتك عايزة اقولك لو الوصفة دي فوتتيها وما جربتيهاش هتندمي نظم عمرك لانها من الحاجات الفعالة بتفتيح دائم للبشرة من اول مرة لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش ضغطي على زر الاشتراك وتفعل الجرش اليوم سألك مني كل جديد لايك للفيديو فضلا وليس عمر بصي بقى يا ست الكل انا محتاجة منك اشر اللمون اشر اللمون ده بقى هنعمل بيه خلطة لو تحطت على البقع والسواد بتنسفها نسف عايزة اقولك فاضيع الخلطة النهاردة يا بنات خلطة فورية للبياض الفوري كل اللي انا عايزة مني كاست الكل تجيبيلي اشرة لمونة تكوني عصرة الحامض منها او اللمون منها بالطريقة دي يعني مش هنبشر اشر اللمون لأ احنا هنعصر اللمون عادي ونستخدم الحامض بتاعه في اي حاجة بنستخدمها في البيت واخد اشر اللمون بالمنظر ده بالطريقة دي و اهم حاجة ان انت تكوني غسلة اشرة اللمونة بتاعت كويس اوي سواء بقى اشرة اللمونة خضرة صفرة مفيش فيها اي مشكلة عام حاجة نخسلها كويس اوي نعقامها عشان ما يكونش فيها اي اتربة و هبدأ ان انا اخد اشرة اللمونة بالشكل ده و هقطها كده طبعا اشر اللمون هنا من الحاجات مناسبة لجميع انواع البشرة حتى البشرة الحساسة تقدر تستخدمه كمان اللمون هنا مقش اللمون نفسه من الحاجات الحلوة اوي اوي لو انت مش بس بتعاني من تصبغات وسواد وتفتيح فوري لا دي كمان هتديك شد للتجعيد و هي ازالة فعالة لجلد الشيخوخة زي ما انتم شايفين قطعناها بالشكل ده لقطع صغيرة حوالي اربع خمس قطع كده تمام هبدأ بقى يا ست الكل اخد تلات اربع ورقات كده من الاوراق الرهيبة دي و دي متوفرة في جميع البلاد و عندنا كلنا وسعرها مفيش مفيش اساسا فلوس فيها خالص هنبدأ ناخد كم ورقة كده من اوراق البقدونس وتقدر تستبدليها باوراق النعنية هنا ورق البقدونس او عشبة البقدونس من الحاجات اللي بتفرم بتشلك اي تصبغات و كمان بتديك بياض ملفت لبشرتك كمان من الحاجات اللي فيها مضادات اكسادة بتحارب الشيخوخة و بتشد التجعيد و فيها كمية نضارة بتديها لك رهيبة هنا بقى انا مش محتاجة غير المكونين دول فقط كم ورقة من اوراق البقدونس على اشر اللمون هبدأ بقى ان انا اعمل خطوة مهمة قوي هبدأ بقى يا ست القل اخد اشر اللمون بالشكل ده كده مع ورق البقدونس معايا هنا كده في المطحنة وهبدأ انا بقى على مطحنة الخلاط اه افرمهم فرم ناعم جدا جدا بحيث ان هما يبقوا ناعمين معايا كويس اوي هفرمهم و هرجع لكم تاني زي ما انتم شايفين ومش قادر اقول لك راحتها حلوة قد ايه و قد ايه هتخلي بشرتك كده تتنفس فيها بياض التلك وصفة خطيرة بيه حاجة كده خضرة ربنا يجعل ايامكم كلها خضرة يا رب ويسعدكم اخواتي وحبيبي الغليين بصوا اهي كده احنا فرمنا اشر اللمون عما حاجة نكون غسلين المكونات بتاعت كويس وفرمناهم معايا بالشكل ده البقدونس مع اشر اللمون هتبدأي بقى يا ست الكل نص كباية من الميا شايفين الجمال عايز اقول لكم خطيرة 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 هتديكي بياض التلك هتبدأي بقى تغديهم وترفعيهم على النار هم غلوتين اتنين كده وخلاص مش هنقطر عن كده لان هم مفرومين فمش هياخدوا وقت معايا في ان هم يبدأوا ينزلوا الفوايد اللي فيهم فهبدأ ان انا اغليهم غلوتين اتنين بمجرد ما هيغلوا هنعد دقيقة كده هم بيغلوا وبعدين هنقفل النار على طول لان انا مش عايزة الميا بتاعتي تنشف هغليهم وهرجع لكم تان زي ما انت شايفة اختي وحبيبتي الغالية اهي كده غلاء كويس اوي هم غلوتين اتنين زي ما انت شايفة كده الميا بتاعتي ما نشفتش هبدأ ان انا اصفي بقى مية البقدونس وقشر اللمون ده اللي يخلي بشرتك دي زجاجية مهما حكيت وقلت بجد مش قادرة اوصل دي الوصفة دي حلوة اوي اوي لبشرتك هنبدأ بقى ناخد التفلة ده وقوعي ترميه ضروري جدا ان انت تستخدميه في حاجة مهمة اوي هتعمليها مرة واحدة بس ومش هتعمليها تاني بس هقولك عليها اخر الفيديو فهبدأ ان انا اركنها معايا بالشكل ده وهبدأ بقى ان انا اخد ميت مغلي قشر اللمون وكمان معاهم البقدونس وممكن زي ما قلتلك اوراق النعناع يعني المتوفر عندك هتستخدم ايه؟ لكن البقدونس من الحاجات يا بنات الحلوة اوي اوي لتغذية البشرة والتفتيح البشرة وازالة الخطور هبدأ هنا بقى يا ست الكل اخد عليهم معلقة ونص فقط من النشا او الكورنفلاور وهبدأ ادوب النشا معايا كويس اوي بالشكل ده الله يسعد قلبك حلية قلبي ما تنسيش دعمي اختك باللايك الله يباركلي فيكو يا رب ويصلوا كده على سيدنا محمد في الكومنتيات خلنا كلنا نكسب حسنات الله ومصلي وسلم مبارك على سيدنا محمد هبدأ بقى ادوب النشا والنشا طبعا غني عن التعريف في تفتيح وشد البشرة وازالة البقع هبدأ ان انا ادوب النشا معايا كويس اوي معلقتين كده من مية الورد هنبدأ ان احنا ندعم كده الوصفة بنضارة انتو عارفين طبعا مية الورد حلوة جدا جدا للبشرة لكن لو مش متوفر عندك يا سيدت لكل مية الورد ما فيش اي مشكلة تقدار ان انت ما تحطيش لكن الافضل طبعا عشان تدعمي كده الوصفة بنضارة حلوة لان مية الورد جميلة جدا للبشرة حطي معلقتين من مية الورد على المية معايا دي هتبدأي بقى يا سيدت الكل تبدأي تنقيلهم لتاني في نفس الكنكة كده او الطوصة اللي انت هتستخدميها وحلة صغيرة وهنبدأ بقى نرفعهم تاني على النار يبدأوا يغلو يتقالوا كده على النار على نار هادية جدا لحد ما يدوكي قوام كريمي سايل انا مش عايز القوام معايا هنا يبقى تقيل او متجمد انا عايزايا لهو خفيف ولا هو متجمد او يبقى سايل شوية قوام كريمي سايل هاوريك شكلها يبقى عامل ازاي لكن اهم حاجة ان انت ما تسيبهاش على النار قل بيها تقلبين اتنين كده هتلاقيها تقلت معاكي بصي بقى القمر بصي الكريم الرهيب لبياض ملفت حاجة كده تحفة 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 هتبدأي بقى يا سيدت الكل تمقلي الكريم معاكي بالشكل ده وطبعا الكريم كميته كبيرة هقولك ازاي تحتفظي بيه وازاي تعتمديه لبشرتك والرقابتك والتحت عينيكي والجميع اجزاء جسمك وعايز اقول لكم بقى ان الكريم اللي احنا عملنا مع بعض النهاردة ده مناسب لجميع انواع البشرة حتى البشرة الحساسة حتى البشرة اللي فيها حبوب تقدر تستخدم الكريم ده لانه امن بنسبة 100% على اصحاب البشرة الحساسة وكمان ينفع جدا لاصحاب البشرة الدهنية وكمان مفهوش اي اضرار ولا اي اثار جانبية وبيدي بياض التلج واستخدامه سهل وبسيط هنا بقى الكريم معايا لسه سخن زي ما انتم شايفين قوامه مش متكتل معايا وقوامه سايل خالص ومش قوامه متماسك فما تخلهوش كتير على النار هنا بقى الخطوة دي مهمة اوي ان احنا هنقلب الكريم لحد ما نحس ان السخون اللي فيه بدأت تروح معايا يعني بنسبة مثلا 20-30% علشان نقدر نحن ننزل بالمقاون ده وده ما ينفعش تنزلي به الا لما يبدأ ان الكريم يبدأ ان هو يبقى دافي شوية او مائل شوية للسخونة ما يكونش سخن اوي فهبدأ ان انا اقلبه شوية كده حلوين لحد ما البخار اللي فيه ده يبدأ يروح معايا اخر حاجة بقى نحطه على الكريم والمقاون ده علشان يديكي نتايج هيلة في ازالة الجلد الميت وتفتيح البشرة ده مقاون من بيتك على فكرة يعني انا ما تستغربيش وتقولي ان انا هجيب مقاون تاني او مقاون من بر او غالي لكن المقاون ده عشان يديكي تأشير وكمان يخلي الكريم معاك يقعد معاك الفترة اطول ما ينفعش ان احنا نغليه على النار تماما بتبدأي تستخدمي معلقة من الرز المطحون او دقيق الرز هنا هنبدأ نقلب معلقة من الرز المطحون لكن هنقلبها اخر حاجة مش هنستخدمه او هنغليه او هنبدأ ان احنا نعرضه على النار لا احنا هنحطه كده بتتحنيه ويتستخدميه او بتجيبيه مطحون من عند العطار وهبدأ ان انا اقلب الرز المطحون وبكده الكريم الراهيب بتاعنا خلص شايفين الجمال برطمون صغير او اي علبة وهبدأ ان انا انقل فيها الكريم لان الكريم ده يقعد معاك يا ست لكل اسبوع ما يفسدش معاك لكن انقليه في علبة ما يكونش فيها اي مية ويفضل طبعا تكون زجاجية ويتستخدميه ازاي هقولك حالا لكن تعالي الخطوة بتاعتنا اللي انا قلتلك هقولك عليها اخر الفيديو وانا بشرح الوصفة هتدقي تيجيبي تفري قشر اللمون مع البقدونس معايا بالشكل ده وهنبدأ ننزل عليه بمعلاقة من المكون ده عشان بقى ندي تأشير وتنظيف عميق للبشرة وما تروحيش بقى تعملي تنظيف في مراكز تجميل ولا حاجة عمليها انت في البيت قبل التفتيح لان احنا علشان نفتح وانبيض لازم نعمل تأشير ونعمل تنظيف لان طول ما البشرة فيها جلد ميت وفيها اوساخ مترقمة مستحيل هتبقى فتحة معاكي واتنور معاكي هبدأ ان انا اخد معلقة من القهوة وهنا بقى القهوة مش بس مقشر قوي او حلو جدا للتجعيد هو ممتاز اوي اوي لتنظيف عميق للبشرة وهو كولوجين اصلا خام للبشرة فهبدأ ان انا اقلب معلقة القهوة بالشكل ده وزي ما قلت لكم بشرة ضهنية بشرة جفة بشرة فيها حبوب بشرة ملتهبة استخدمي قشر اللمون مع النشا وانتي مطمئنة من غير اي تحسس هبدأ تقلب معلقة من القهوة ممكن تستخدمي هنا القهوة سريعة الزوبان عادي جدا لكن الافضل انت تستخدمي القهوة العادية ولازم تكون غير محوجة يا بنات عشان لو انت حطتي او محوجة وفيها حاجة ممكن تحسس بشرتك انا غير مسؤولة طبعا هنا هنبدأ ناخد مبدئيا قبل ما نستخدم الكريم هنبدأ ناخد المقشر ده وهنبدأ ان احنا نعمل تأشير للبشرة كل الاوساغ اللي داخل بشرتك هتتشال مع المقشر ده كل الجلد الميت هيتشال معاك فهتبدأ تعملي تأشير وتعملي فارق على بشرتك يستخدمي المقشر ده الجسم شمعة تستخدمي المقشر ده الرئابتك هنبدأ ان احنا نقشر وناخد كده ونبدأ ان احنا ناخد ونقشر بشرتنا ونلف بحرقات دقرية كده على كل البشرة ونعد تلاتين ثانية فارق تلاتين ثانية فارق وبعد ما هنعد تلاتين ثانية فارق المقشر ده بيتساب دقيتين فقط على البشرة دقيتين تلات دقايق بالكتير تسيبيه اكتر من كده عادي يعني مش ضرر لكن يعني كحد يعني ادنى دقيتين ثلاث بس اهم حاجة حيطة الفارق مهم وبعد كده بتغسلي وشك كده انتي قشر كل الجلد الميت نضفتي بشرتك من جو اوي خلتي بشرتك بتزيق كده من النضافة عشان لما تستخدم الكريم يعمل معاك نتيجة من اول مرة تعال يقول كيف تستخدم تبدأ انتي تيجي بعد المقشر مباشرة مش هنبدأ ان نستخدم المقشر ونستنى لأ لان المقشر ده طبيعي وآمن على البشرة ومش هيسببلك لتحسس ولا تهيك في بشرتك ولا اي حاجة فهتبدأ ان انتي تيجي وتاخدي الكريم كده بصوا حاجة جميلة اوي بصي بتبدأ يبقى ستل كل لتفريدي الكريم كده على بشرتك وطيبها تحت عينيك حوالين عينيك بأمان تام عايز اقول لك جميل جدا طبعا يعني ممكن تعملي اختبار لبشرتك لو انت بتقلقي او حاجة لكن الوصفة امنة جدا هتبدأ ان انت تفريدي وشايفين برضو الرز المطحون معايا هو فهنا هيديكي برضو تأشير حلو قوي فهتبدأ ان انت تفريدي الكريم بالشكل ده كده على بشرتك بطبقة بصوا بقى علشان يجيب معاك نتيجة سريعة بتدهيني طبقة هو طبقته خفيفة على البشر فبتبدأ تدهيني طبقة يبصم يعني 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 يبدأ ان هو ينشف سنة يعني بتسيبيه مسلا عشرين تلاتين ثانية وبعدين بتبدأ ترجعي تاني وتبدأ ان انت تدهيني طبقة تانية بتدهيني على طبقتين في كل ما بين كل طبقة وطبقة عشرين كده سنة وبعد كي بتسيبيه بقى لحد ما ينشف على بشرتك تماما ينشف خالص بعد ما بينشف على بشرتك بتبدأ تفروقي بقى كده بشرتك كويس قوي وبعدين اخسلي وشك انا عايز اقول لك من اول مرة هتلاحظ بياض ملفت بيبايد قوي وبعد كده بتبدأ تحتفظ بباقي الكريم استخدميه بقى بشكل يومي لحد ما بكمية الكريم معاك تخلص يومين ثلاثة كده اربعة استخدميه حتى لو فتح بشرتك من اول مرة دومي عليه لحد ما الكمية اللي معاك تخلص الكمية هو امن استخدميه بشكل يومي مفهوش اي مشكلة يومين ثلاثة كده او اربعة لحد ما الكمية اللي معاك تخلص بتحطيه في التلاجة طبعا بيستخدم بدرجة حرارة الغرفة او درجة حرارة المطبخ هو بيجمد معاك في التلاجة لما بتيجي تستخدميه تاني يوم بتبدأ تاخد منه معلقة تفقيها بمعلقة كده من مية الورد لو تجمدت معاك او متجمدة شوية او تفقيها بمعلقة من الحليب وتستخدميها مش وهي ساعة بعد ما تبدأ ان هي تبقى بدرجة حرارة المطبخ استخدميه وجربيه تعالي قوليلي في الكومنتاج وما تنسوش دعوة خير وشير كتير لاصحابكم عشان يستفيدوا ربنا يجعلوا في ميزان حسناتكم ولايك قبل ما تخرجوا اشوفكم على خير والسلام عليكم